أنا هيك دخلت رسميا في جو الشتاء يا حبيبي أطيب أكلة شتوية في حياتكم ممكن تكلوها براس الزهرة هذا تعالوا أحكي لكم كيف أول إشي بدي أقطع الراس بنضفهم الورق بحاول أمشي مع شكل الطبيعي تبعها زي هيك هادي كبيرة بقصها من النص زي هيك بنزلهم في ضنجرة وبنزل عليهم مية مغلية وبولع النار أول ما تغلي بحسب خمسة أو سبع دجائج لما تصير طرية شوية وهجيت بنعمل الخلطة السريعة السحرية هجيت رجزوا معايا بدي في الخلاط بصلتين كبار بيض أو مجموعة بصل أخضر بالأبيض اللي فيه بنزلهم بدي شبط أخضر بدي باكدونس كمان باكدونس وفلفل أخضر جد ما بدكو أنا يعني يدوب أربع على رأس الزهرة وبضربهم في الخلاط طيب أنا نسيت أحط توم بس التوم مخلص من عندي وأنا دائما عنده خطة بديلة مع جون التوم أجد ثلاث أربع فصوص صار سبع دقائج للزهرة بطف النار وبصفيها نرجع لموضوعنا يا سلام على الريحة آبا ما أحلى ولا المنظر ما أحلى يا سلام مش عارف الوصفة هاي غزوية ولا هي وصفة أهلي ولا وصفة الشدعية مش عارف بس أهلي من ولا صغير بيعملوها من أكتر الأكليات اللي بيحبه خصوصا تشتها هل جت بدي رشة ملح على جد رأس الزهرة فلفل أسود إش بسيط ملعقتين طحين أكبار وبدي أربع بيضات لا بدي أخلط في الأول يا سلام شوفوا لها المنظر محلى شوفوا لها اللون بيضة تنتين تلاتة أربعة أمي جلتلي خمسة بس مستكترهم أنا مع أن البيض عندنا صغير يلا مش مشكلة بضربهم بالشوكة يا سلام هاد المنظر واللون والريحة اللي بدنا إياها هاجات الجلي على السريع بيخدش وجد فخلينا نحضر السلطة بالأول وبعدين عشان ناكل الأكل وهو سخن نعمل سلطة غزوية من الزاكية الاحترافية بنزل بواحد اثنين هاد الفلفل لأنه صغير بنزل ثلاثة نقطة ملح زي هيك بنزل بصلاة ممتاز شابة أخضر بقطع ناعم وبنزله بندورة حمرة اما هيك بتعمل للسلطة بتعمل بيضها زي هيك ما بتستعمل اللوح التقطيع لما لا زي هيك يا سلام فيش بعد الطريقة القديمة يا عمي زي هيك بس بتكون تسكينها منجرة ومش حدة كتير بكمل على رشة ملح بهرس البندورة منيح عشان هيك لازم تكون حمرة وطرية حاجة انا اش بحب اعمل في اللمون غير اني بعصره بعصرهم على السريع بعدين بقطعهم مكعبات ممكن بدون الحركة هادي بس عصرهم وبنزلهم وبجيب زيت السنة يسلم داك يا ام شلبي للمرة التانية بحط شوية مع السلطة وبدقها حركة المعلمين وزيت فوق يا بي ازكى سلطة في الدنيا هادي ونرجع لموضوعنا زيت القلي الزيت لازم يكون حامي باجل الزهرة زي هيك ممسكها بغمسها يا زلام بغمسها منيح زي هيك وبنزلها ازا تفتتت معاكو اتركوها جوا الخليط هاجة بحكلكو اش تعملو وباجي زي هيك يا سلام بقلبها يلا بغزها بالشوكة تطلع معايا زي هيك بنزلها ولا في احلى من هيك يا سلام على الريحة هاجة الطريقة اللي بحبها انا اكتر من هاي اللي هو مسلا باجي بمسك هاي فتوقع قطعة صغيرة او بتتفتت معايا كلها بتطلع معاك القطعة صغيرة زي هيك باجها زي هيك وبعصورها بقطعها شايفين كيف بعملها زي هيك باجلبها بالملعجة حاجة باخد بالملعجة زي هيك وبنزلها ممكن اضيف عليها كمان وبعدين بقلبها هىك بنكون خلصنا ورحونا اكل اه بيهيه شوفو لهالمنظر يا سلام الي تحت محروقة واللي فوق شجرة وبنقول بسم الله. ناخد واحد حاف على السريع. يا الهي. يا ربي طعم الزكريات والزكاوة. طب والله اللي محروجة ازكى. نبيش محروجة بس غامجة. باج باللجمة وبغم السلطة. واللجمة تكون كبيرة زي هيك. هيك مليانة. اخرى سلطة. والله من قطيب الاكلات بالدنيا. حبيبي. بيت هزتون اخضر طازة شغل السنة. يا حبيبي. الاكل زاد لان اعملت كثير فبدي اخذ لجاري.